السلام عليكم وعليكم السلام كنت تحكي عن الأحرف الستة وإن اختفت نعم نريد الأحرف الستة التي تكفل الله بحفظها الأحرف الستة هي تمثلت على مصاحب توزعت بين الصحابة صحيح؟ هي تمثلت على مصاحب توزعت صحف توزعت بين الصحابة نعم هذا تحتاج توضيح لهذه الجملة وضح إنه لو سمحت وضح أكثر هي أنها كانت مثل وطاق أنشور غير مجموعة هي كانت نعم القرآن كان في صحف كثيرة نعم ما مجموعة هذا قصدك نعم صحيح نعم نعم صحيح عثمان عثمان جمع هذه المصاحب في مصحف واحد وتقول أن هذا المصحف تدمر منقوس يعني أنت جنابك الكريم تريد أن تصل إلى نقطة أن عثمان وضع في هذا المصحف الموجود بين ديني اليوم سبعة تحرف؟ من المفترض الأمة السنية بالإجماع بالإجماع الله وفقها وجعلها تعترف أن عثمان جمع القرآن على حرف إلي أنت المشكلة تعرف أين المشكلة والله نعم تطبع المشكلة أخي الكريم كان مشيتها إليك بس الأمة السنية دقت بيك الناقصة مثل ما يقولون كلمته قال يعني خانوك يعني لو لا الأمة السنية اجتمعت واتفقت من خلال الروايات على أن عثمان جمع القرآن بحرف واحد كان مشيتها إليك أنه هذا القرآن بسبعة أحرف بس أنا أعتذر من جمع القرآن بحرفة روايات نعم ممكن تقرأه أقرأ أدخل على القوغب سبب يعني أنت جالس عن شيء هل النبي عند السنة رسول الله جالس تسأل عن شيء معروف يعني تفتهم ما أقصد المهم أكتب بقوغب نعم يا جالس تسأل عن شيء كل الناس تعرفه كلها تعرفه أكتب نعم نعم أكتب فأرسلت إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها أرسلت إلى حفصة إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها جيد اقرأ هاي الرواية وبعدين أنت اكتب بالقوغل حتى يكون عندك الطلاع عزيزي اكتب هل عثمان جمع القرآن على حرف أم على سبعة أحرف جيد حاول تجمع معلومات وارجع اتصل بيه معزز مكرم يا أهلا بك إن شاء الله يا أهلا وسلم أهلا ومرحبا عليكم السلام الأخ المتصل حاول يعني بس عائلته ما سمحت له أقصد عائلته ليست عائلته النسبية أقصد عائلته العائلة السنية أمة المليار أمة المليار داقابين ناقصة أمة المليار راوت في كتبها وأجمعت على أن عثمان جمع القرآن على حرف واحد هذا شيء متفق علي ومعروف والستة تحرف اختفية تحترقت فالأخ حاول خطيئة يطلع بطلعة بس مشكلة دينك وجماعته ما يسمحوا لك تتكلم هذا الكلام لأنهم لم يتفقوا على هذا أمة المليار داقابين ناقصة